اشتركوا في القناة المشترك في هذه العملية السياسية والذي لديه كتلة داخل الفرلمان لم يشرع الا قانونين الامن الغذائي اللي ما شفنا من نشيء الى الان امن غذائي ودعم طارق وهناك انباء تقول بانه قد ذهبت اموال الامن الغذائي كتلة السياسية هل تعي عنادها رح يخصر العراقيين والخزينة العراقية اكثر من خمسة وعشرين تريليون دينار ما تفكر بهذا المنصب الكتلة السياسية هل تعي بانه ليست هناك موازنة لا تعي الكتلة السياسية ولا تكترث ولا تهتم المهم المنصب وبما انه الموضوع صار كسر عظم وكسر ارادات ولي اذرع فالى اخر نفس سيقاتل السياسي العراقي المشترك في العملية السياسية ولكن ليس باولاده مثل ما قالت شرشل سنقاتل حتى اخر جندي هندي ما قال اخر جندي بريطاني السياسي رح يقاتل الاخر مقرود عراقي ما يهمك يموت يجوع يغرق يصيب مرض كل هذا مو مهم المهم انه تبقى الازمة السياسية لحين ما اجيب كلمتي راس موالي هذا باختصار وضعنا السياسي اللي ينعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والحيوي والصحي والثقافي وده تشوفون انتو اشلون البلد بالنازل 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 لا رياضة لا صحة لا تعليم ولا مجتمع عنوان المجتمع اليوم مقدرات وانفلات وطلاق وتعنيف اسري وعمالة اطفال كل هذا ليش لانغياب العدالة في توزيع الثروة الوطنية وفي ادارة الدولة لذلك ورح نطول عليكم رح نبقى نبحث انزمتنا السياسية مع ضيوفنا ولكن بعد الفاصل حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام مرحب ضيوفي في الستوديو الاستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستان الان مرحبا بي اهلا وسهلا مرحبا بكم وضيوف الكرام تحياتي اليك ابدأ معك استاذ مهدي التحالف الثلاثي التفكك هناك من يقول التحالف الصلد الكونكريتي انتهى والكرد والسنة ذهبوا بعيدا عن السيد الصدر شون ترد على هذه الاقاويل تثبتها تنفيها تحللها تفككها براحة بسم الله الرحمن الرحمن بداية انتحياتي لجنابك وقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين وإلى أخي العزيز السلام واستاذ البدران المحترم كتحالف الثلاثي واقع حال انتهى يعني ما انتهى اي انتهى يعني ما الوجود وحقيقة هذا الامر بعد انسحاب سمحت السيد مقتدى الصدر من مجلس النواب وعضاء الاربع وسبعين واللي كان حقيقة أنا وجهة نظري الخاصة كانت من الأخطاء اللي احنا هم نتحملها لهذا السبب بالنسبة للتحالف الثلاثي اصبح بالماضي اهذا واحد اثنين ما ذكرت جنابك انه تاركين او احنا والسيادة تاركين كنت الصدري او سماعت السيد لحد هذه اللحظة هناك اكتصالات اكو تواصل موجود بينه وبين السيادة اكو يعني نقول عليه تفاهمات استراتيجية موجودة لحد هذه اللحظة واتفاقات موجودة ومتفقين في كل الخطوات اللي ناخذها مع الاتصال مع الكتلة الصدرية وسمحة سيد مقدرة الصدر في الخطوات اللي يعني يكون رؤية بها نخطيها هذا واحد اثنين حتى في آخر الخطوات اللي ممكن الصيرية المبادرة اللي على اساس نكون هناك زيارة الى الحنانة عن طريق الوفد المشكل اللي من سيدنا جربال بارزان رئيس قليم كردستان سيد هاد العامري وسيد محمد الحلبوسي والذهاب بها الى الحنانة اللقاء سمحت سيد مقدرة الصدر والمخرجات اللي اولها كان هو انه موافقة سيد الصدر على لقاء هذه اللجنة هي هاي من بوادر خلي اقول عليها رغم النظرة السوداوية اللي موجودة على العملية السياسية بشكل عام ولكن اذا تم هذا اللقاء اذا تم الذهاب الى الملاقات او لقاء سيد مقتدى الصدر ولقاء اللجنة والتفاهمات والحوارات تكون اعتقد ستكون بادرة خير وبادرة الاولى لحل المشكلة ومو بالبداية اول ما انسحب السيد الصدر من الفرلمان كانت هناك تصريحات للبارتي والاستيادة بانه حتى وانا انسحبت السيد الصدر فانه التحالف باقي التحالف متماسك هناك استراتيجية طويلة تلأمد واحنا نعمل على تحقيق حتى وانا لم ينجح مشروع الاغلبية الان لكنهم سينجح وهذا التحالف لديه مشتركات اليوم ان تقول لي التحالف الثلاثي انتهى معناه هناك تقارب كواقع حال انت احشي الواقع حال اللي موجود كتحالفات اللي موجودة التحالف الثلاثي من انسحب الكتلة الصدرية بقينا التحالف الثنائي مو ثلاثي يعني احنا السيادة فقط الان ولكن ارجع اقول لك هناك جنابك ذكر نقطة مهمة وهي انه المشروع اللي كان لدى التحالف الثلاثي والذهابي وتنفيذ هذا المشروع هو الاغلبية لحد هذه اللحظة واقدر اقول لك انه اذا مو في هذه الدورة ثانية ستكون هناك هذا المشروع وضع الى اساس صار الى اساس باعتبار انه لا الوضع الحالي ولا المستقبل يتقبل ويتحمل بعد المشروع او النظام اللي احنا ماشين عليه حتى وان كان التوافقية باعتبار مطلب شارع كان هو تغيير من نمط العملية السياسية لهذا السبب مستقبلا انا اقول لك ويعني الاغلبية السياسية كلها متوافقة عليها ولكن ممكن يكون متفاوط الوقت متفاوط الظروف البي اللي يراد توفر لها لهذا السبب مستقبلا ممكن حتى بالنسبة لهذا الجانب الجانب الأخير أنه لحد هذه اللحظة يعني ليش أقول لك أكو تواصل بينه بين الكتلة الصدرية وسامحة السيد مقتدر الصدر يعني إذا انتهت تحالف الثلاثي انتهت التواصل ما ممكن باعتبار هناك مشتركات تم أساسها ويعني تم وضع لها الأساس مستقبلا ممكن العمل بها طيب رحل بكم مرة أخرى أستاذ سلام وأسألك عن تغريدة السيد العبادي اليوم أمس كانت تغريدة وكأنما يحاول أن يعني هناك مناوشات ما بينه وبين خصوم داخل الكتلة اللي هي الإطار إنه من يريد يريدون حل الأزمة بأزمة ما شابه ذلك أيضا هناك تغريدة إلى نفة بها نيتة بالترشح جد رح يبقى صامد إذا زادت الضغوط عليه وهن رح يدخل منافس للسيد السوداني إذا ما كانت هاي رغبة للسيد الصدر نعرف أنه السيد العبادي قريب جدا هو غير مستفز للسيد الصدر يمكن لأنه انتفض على الأمين العام لحزب الدعوة وتلعب دورة القانون النور المالكي اللي السيد الصدر عنده خلاف شخصوية فهذه تحسب له جد ممكن يصمد ويثبت على موقف السيد العبادي بعدم نيتة بالترشح وإذا قبل للمصلحة العامة هل سيصير بنفس البرنامج الحكومي اللي عرض السيد السوداني نعم بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكارم ولضيوفك المحترمون بكل تأكيد يعني تغريدة السيد العبادي يعني جاءت متناغمة مع كل المواقف والمبادرات اللي أطلقها الدكتور العبادي نعم يعني منذ يعني الانتهاء بالانتخابات ونشوء الأزمة السياسية ولحد هذا اليوم فبالتالي هو يجدد دائما على موقفه ثابت الدستوري من انهاء الانسداد السياسي وأيضا ذكر هو من يريد يطيل أمد هذه الأزمة فإنه يحتاج عليها ومستفاد منها وأيضا ذكر في تغريدته أنه ما ممكن اللي اليوم نحل الأزمة بأزمة أخرى فبالتالي هو ينظر إلى حلول دستورية وطنية وتسوية يعني وطنية بين كل القوى السياسية من أجل انهاء هذا الانسداد السياسي نعم أما فيما يخص ترشيحها فبصراحة كل الأوقات التي تلت عملية الانتخابات طرح اسم الدكتور العبادي كمرشح لانهاء جدلية الانسداد السياسي من اللي طرحها؟ كل القوى السياسية عدى اتلاف النصر اتلاف النصر هو الجهة الوحيدة التي كل القوى السياسية داخل الإطار؟ لكل القوى السياسية أغلب القوى السياسية التي تؤمن بالدولة ومشاريحها وجربت الدكتور سؤالي وراء استاذ السلام لا الإطار بصراحة أغلبها يعني بتقريب هناك من عارض تقريب 20% من الإطار هم مع ذهاب الدكتور حيدر العبادي كمرشح تسوية لانهاء الصراع على اعتبار وسحب الترشيح وسحب الترشيح السيد السودان لا هذا قابل حتى ترشيح السودان لا أحكي لي هس هس بصراحة الدكتور العبادي أصلا رافض فكرة ترشيح اسمه لأنه فرح أنه ليس مع ذهاب أي رئيس وزراء في الخضم الصراع الحالي لأنها ممكن أن تعتبر محرقة سياسية لأي اسم بصراحة ما لم تكن هناك تسوية وإنهاء للخلافات بين كل الأطراف المختلفة على معادلة الحكم أي رئيس وزراء سيذهب سيدفع اسمه تضحية للعملية السياسية يحترق نعم وبصراحة الدكتور العبادي لم يعني يرغب حتى ونزادت الضغوط عليه حتى ونقال السيدة حتى ونقال السيدة لا أرضى برئيس وزراء إطار 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 صرح الدكتور العبادي إنه جندي في خدمة العراق إذا كان الدكتور العبادي حل في إنهاء الأزمة السياسية ويحقق رضاه لدى كل الأطراف فلن يتأخر بصراحة حتى ونحترق اسمه لا يرضي كل الأطراف وذا يرضى كل الأطراف لكن الفترة قليلة لا هي إذا يرضي كل الأطراف ونتفق على مشروع سياسي وخارطة سياسية جديدة تهيئ لانتخابات مبكرة بشرطها وشروطها العبادي أهل لها وتعرف صاحب تجربة نعم ولديه ثقة كبيرة بلس اتفاق كل الأطراف ما يصر الشعب استاذ يعني صحب جدا هو الاتفاق ما يصر الشعب إذا اتفقوا كل الأطراف لا بصراحة عدت شعبيا يعني أنا هسا من نزولي إلى الشارع بصراحة ليس مجابلة الكل جربوا فترة الدكتور العبادي الدكتور العبادي يؤمن بالدولة ومشاريحه وبالآليات دستورية والقانونية فبالتالي لا يوجد يعني هسا اتفاق مئة بالمئة على أي شخصية طيب فيوجد هناك من يعارض من أجل مصالح ضيقة هناك من العبادي ضرب مصالحة فأكيد يعني يعارض وجود العبادي مرة أخرى صح ما أدر الديمقراطي شون يوافق على العبادي ما أعرف لا ليس لدينا خلاف مع الديمقراطي علاقات جيدة راح نتذكر هذه اللي يصار غابسين واردي اليوم أرحب ديك سيد رمضان وأقول سيد الصدر بعد أن تقلل جميع عنه كيف سيصمد وسيصمد جمهور التيار الصدري بغير لغة النزول للشارع نزول للشارع يعني تجربة وممكن التجربة الأخيرة اللي صارت وما تبعها من مناوشات وليلة سوداء يمكن بعد يكون السيد الصدر حذر بإنزال جماهير للشارع بس سياسيا السيادة البارتي اليكتي الإطار المستقلين كلهم ذهبون إلى التوافق ما عدا السيد الصدر نعم طبعا ذكرت خمسة عنوين وليكل أنوان ظرفة واسلوبة في التعاطي نعم لنبدأ أولا من السيد الصدر السيد الصدر الكثير قزم فكرته إلى أنها مشروع شخصي وقزم الفكرة على أنها خلاف مع المالكين وهذا خطأ كبير جدا ما طرحه السيد الصدر في مسألة الأغلبية ابتداء هو مشروع يحتاجه العراقيين ويحتاجه النظام السياسي وهو نظام يتماشى مع كل عراف النظم النيابية وبالتالي ما طرحه السيد الصدر هو أصلاح لنظام السياسي وإسلوب تداول الحكوم وإسلوب أداء أو ضل الدولة هذا الخطأ الكبير الذي برره الكثير وتخلى عن هذا المشروع على أنه مطلب السيد الصدر وهذا خطأ وقع فيه كل من تصور ذلك فالسيد الصدر مشروعه قائم مع بقاء الحاجة للإصلاح وحاجة للإصلاح هي قائمة وملحة كل يوم وستتزايد كل يوم وبالتالي السيد الصدر ومشروعه سوف يبقى يطرح نفسه إلى الأبد سواء بلا شك أنهم ذهبوا مع السيد الصدر ليس لذات شخص الصدر أيضا وأنهم وجدوا في مشروعه خصوبة عالية لاستيعاب كل هواجسهم وكل همومهم وكل قلقهم من تجربة الحكومات السابقة وبالتالي وجدوا أن شريكا وطنيا شيعيا من الكتلة الأكبر من الطائفة الأكبر تبنى مفهوم الأبوية والأخوية وليس مفهوم التزعم والتنمر هذا المبدأ طبعا نفسيا منح الكردوس في النفرصة وأمل كبير في النجاح القضية الجهة الرابعة وهي الإطار الإطار هم طبعا توليفه تشكلت في داخل البرلمان ولم تكن متناغمة أصلا سياسيا قبل الدخول ولا يجبع على عنوان المكون وعندما تناغمت أجبرت على أن تبقى موحدة باستهتاء من الخارج الوضع اللي يعني الوضع اللي حط به الإطار بعد نتائج الانتخابات صار لزاما أن يجتمعوا يعني بدلا ما كانت اجتماعات قبل البرلمان تضم كل مكونات وأطياف البيت الشيعي الجميع حصل على يعني أعداد متأخرة ومتدنية من المقاعد فكان لابد أن يشكلوا كتلة هذا كل ما كان في هدف الاجتماع أو التجربة الهدف السياسي هذا الهدف السياسي ولكن كانت أكو فرصة الانتقال بعض قوى الإطار المعتدلة مع السيد الصدر ولكن هذا هو الانسداد الحقيقي أن هذه القوى المعتدلة التي كان ممكن أن تدر مع السيد الصدر وتشكيل اتلاف معه عجزت بسبب استرشاد أو استفتاء جاء من السيد المال من الخارج وطبعا هذا أحرجهم جميعا ووضعهم في بودقة مجبرين حتى لماذا لا أحرج السيد الصدر إذا كان الاستفتاء من الخارج يعني تقصد أنه من دول الجوار لا هو استرشاد 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 بعثوا به للسيد الخامنئي ولم يتفق على إرساله ولكن السيد المال يسربه وجاءت بكلمة لا لا يجوز لأي منكم التفاهم مع أي جهة خارج الإطار طيب استاذ رمضان حتى ما أغادر هذه الجزئية البسيطة وخليك تسترسل ونستفيد من الوقت إذا كان السيد المالكي أتى باسترشاد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقوة الشيعية وجعلهم في حرج النصر الحكمة مع أنه مرجعياتهم مختلفة الدينية والسياسية بس أنا أسأل أيضا السيد الحلبوسي والخنجر جابوا استرشاد لانسجامهم داخل البرلمان وهم كانوا أعداء ويعني نزاعاتهم وصراعاتهم كانت في العلين كانت قراءاتهم واقعية للواقع السني واقع السنة مليء بالملفات الحارجة واقع مجتمعهم يعني فألا يحتاج إلى التوحد وكنا نتمنى لهم التوحد ليس كطائفة بل كإداء سياسية توجب عليهم أخلاقيا التوحد ونجحوا في تجاوز كل أزماتهم يعني تلبية مطالب شعرهم وهذا أمر مشروع جدا نعم وبالتالي الكرد والسنة يعني نعود إلى الإطار فالإطار اليوم فرض نفسه كأمر واقع حسن ربما البعض الخاسر في الانتخابات استفادة من هذه التوليف واستمرارها هذا أمر يعني نتيج تحصيل حاصل ولكن هذا هو واقع الإطار والإطار الذي يتسيد على قراره اليوم هي الكتلة المتشددة التي ترى مشروع السلطة يتقدم على مشروع الدولة ومشروع الحزبية والسلطة يتقدم على الشعب والمكونة يتقدم على التوليف الوطني وهذه عقلية متطرفة يبدو أنها هي التي ستسير وتشكل حقوقها تدري ليش تدري ليش ستاذ رمضان تدري ليش لأن اليوم اللي أراد السيد الصدر انقلب عليه سيد الصدر أخذ الكتلة الفائزة من كل البيوتات السياسية أكبر كتلة سياسية الفائزة أو الفائز الأول عند الكرد الفائز الأول عند السنة وهو الفائز من الشيعة أراد أن يشق الإطار وقال تعالوا إلا المالكي ما راحوا اليوم بقى واحدة لذلك أقول لك هذا جد ممكن يأثر على أداء السيد الصدر السياسي يعجل من عودته للمعترك السياسي يطيل من عملية اعتزاله هل هناك مناورة جديدة واستراتيجية جديدة للسيد الصدر بعد أن تركه الجميع من الصعب التكهم بكل شيء ولكن من المؤكد أن السيد الصدر سوف لن يتنازل عن مشروع الأصلاح هذا أولا ثانيا العلاقة الاستراتيجية مثل ما فتطف لأستاذ عبد الكريم العلاقة الاستراتيجية بينه وبين الكردو السنة التي بدأت منذ أيام المالكي اليوم تحولت إلى مشروع واقعي وملامح واقعية وهذا سيستمر نعم وبالتالي هذه التوابط أكيد مؤكدة ستكون طبعا ما يخشى السيد الصدر إذا ما الجناح المتطرف في الإطار هو الذي تصدى للتشكيل يخشى من أعمال التعسف والتصفية السياسية بأنصارة في الشعر هذا طبعا ما يجعل أنصارة في حال التوتر وهو قلق عليهم وسبب أن أصل أن السيد المالكي يعني أعتقلت كثير من الصدريين وتعسفا وخياف قديم ما بين الاثنين وهذا الموضوع هو سبب يعني واحد من أهم وركائز الأزمة السياسية هو الصراع الشخصي ما بين السيد الصدر والسيد المالكي الذي يجعل كل شخص يذهب بمشروع يعني يتعارض مع ميولات ومصالح لطرف الآخر السيد المالكي بلا مشروع السيد المالكي مشروعه السلطة السيد المالكي بالتجربة مشروعه السلطة رجل الخط الثاني أو الثالث في حزب الدعوة جاء إلى السلطة يعني تحصيل حاصل ومصادفه وبالتالي تمسك بالسلطة بدءا وانتهاءا بحكم تأريخه وعقلية وشخصيته هو رجل السلطة يبدأ وينتهي أنا بقطع على المستقلين الذين يعتبرونهم التجربة الأولى لوصول القوى الناشطة والرأي الشعبي أبقى نقول تيار ثالث أستاذ ما أجب التجربة في الحقيقة لأن سدق أنا أنتقل إلى أستاذ إلى أستاذ مهدي نبقى بنفس خضم الأزمة هناك من يقول متى يحسم الكرد أمرهم في تسمية رئيس الجمهورية الذي هو أساس المشكلة هو أساس تشكيل الثلث المعطل هو أساس عدم مرور مشروع الأغلبية للتحالف الثلاثي ليش أو هناك من يقول هل يريدون أن يعيش الجنوب ما عاشه الشمال في التسعينات إحنا أخوة هذه الاتهامات الحمد لله والشكر يعني ما عادة الاتهامات إحنا القصة بتعلمنا عليها يعني الشغلات بسيطة صارتها اتهاماتها صارت شيء من الاتهامكم شاء هواي خير أسأل أحسن حلفاء أسأل أخوة أسأل حلفاء سأجل هذا الموضوع إنساء قصد من الكلام يعني هذين الاتهامات أصبحت يعني إحنا اللي ثلث المعطل جنابك قلت إحنا اللي آخرين عملية سياسية مع العلم إنه إذا ترجع وتحسب حساب خلينا نقول عرب موم والكرد مسألة الرئاسة سيحسب رياضيات رياضيات مسألة رئاسة الجمهورية أبسط من أدها ماكو بالنسبة لنا ليش أولا بكل الأحوال بكل الأحوال بأسوأ الأمور ترحوا نمر الشح إجيت بثنين من إجيت لثنين أنت رح ينحسم عندك بنفس اليوم وين بنفس اليوم بمجلس النواب من نحسم بنفس اليوم أنت تكون اللطم وين اللطم برأسة الوزراء أنت تكون خاصم أمرك ومنتهي ومنتفقي كل المكونات اللي داخل الأخ الأكبر المكون الأكبر بالعرف السياسي كل هذا لازم أنت حاسم أمرك إحنا هذا محسوم لحد هذه اللحظة ما محسوم ما محسوم يعني أنتم متضرين زي ليش متعلمون منه يا باحنا مثل البيت السني حسننا أمرنا هذا رئيس الفرد رح أقول لك أجوابك على هامين يعني إحنا قلت لإستاذ سلام أنه يجب أن يكون داخل المكون الاتفاق على مثلا على شخصية وهو هذا المفروض مثل ما قلت الإطار كله موافق على ترشيح السيد العبادي حسن يعني كل الإطار يجب أن يكون لأنه هذا لا مصالح لا من مصلحة أو لا من شغل الكرد ولا من شغل السنة زين يجي شخص مكامل شون نقول لك متفق عليه من كل المكونات وإحنا لا عدنا اعتراض ولا هم يحسون زين هذا ثلاثة رأسة الجمهور أرجع أقول لك إحنا بالنسبة أن الحوارات اللي راحات يمكن قبل الحلقة القابل هاي اللقاء القابل هذا وصلنا إلى مراحل منتهية عندنا يعني مراحل طيف رشيد رئيس جمهورية فقط باقي الإعلام عننا قبل الجلسة بيوم وهذا 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 اللي أقدر أقول لك لحد هذه اللحظة قبل الجلسة كل شيء متفق عليه ليش مو بس عندنا ترى احنا في قليم كردستان همينا مو قمر ربيعام عندنا مشاكل عندنا مشاكل الانتخابات موعدة المفوضية الطاقة الرواتب المشاكل الموجودة المركز والاقليم كل هاي والبانزين كل هاي احنا يعني عندنا مشاكل وضعت آليات حد الهدني كل هين في هذه الحوارات اللي مرت ومن ضمنها رئاسة الجمهورية إذن ما قاعدين احنا بالنسبة أننا يا با هسا تقريتك فقر كلش مهم وهي أنه تحرق الأسماء أنا هسا إذا طرحت اسم الرئيس الجمهورية جبت رئيس الجمهورية هين يلا عندك عقد جلسة ما اتفق على عقد جلسة بس علقة لك تعدابر أنه الآخر اسمح السابق العاخر أريد يرمي يرمي هو من الزمان متعلمين علي أنت كملني هسا رئاسة الوزراء مو يقولون محمد الشاعر ثق يعني إذا ما يكون هناك رضا من خلينا نقول التيار الصدر أو سمعت السيد مقتدر الصدر يعني على الأقل أخذ رأيها شاور ويا إذا ما يصبح موافق حتى عقد جلسة ما رحصل خلينا نكون واقعين حال غير عقد جلسة شنو يعني 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 جلسة برلمان باوع شوف يعني أنا أسوي جلسة خلق مو خايف خلق متوجس أحسن من النزول الجماهي من الشارع هاي يعني تليش هنا يعني أن يقعد لسنة كاملة حكومة عادل عدن المهدي سنة كاملة وسقط ودار وجور صح هاي ما بس الحالة ممكن يجي يقعد من سنة كاملة ويش سوي من يريد أن يشتت الانتباه إذا أنت كلامك تقول إحنا حاسبين أمرنا وأكيد من تقول لي هذا الكلام معناه أنه الشركاء السياسيين يدرون قبلي بأنه أنت حاسم أمرك ومسمي رئيس الجمهورية سواء الياكاتي أو الفارتي متفقين على هذا الشي بس على أقل من يجي واحد يريد يثير بالإعلام يقول لك بس المشكلة يمين مشكلة مو يمين مشكلة أساسي ومشكلة الكرد ثق لحد هذه اللحظة ما أكون حبي واحترامي لكل الكتل السياسية وكل الشخصيات أي شي طاق بطاق أحتي أكو شخصيات والله العظيم ما ترغب بالكرد أصلاً موجودين بالعمل السياسي قسماً بذات الله طبع ما ترغب بينا ما ترغب يعني عبارك أنا ما رحل العواطف مصلحتهم السياسية تقتضي أنا شريك أنت مو من العواطف أنا مو بكيفة ولا بكيفة اللي موجود أنا هنا أنا شريك غصمة مع لي وعلى لي يخسر اعتراف الدولي إذا أنت مشارك ويخسر اعتراف الدولي إذا سنمي يشارك ويخسر اعتراف الدولي إذا الشيح أهم فقر عندنا بهذه العمل يعني أنه أولاً أنت تعترب بيه شريكك الغساسي اللي موجود هنا أنا حتى أقدر أشتغلو إياك مزيد أستاذ سلام هسأني بصراحة أريد أسأل كم سؤال والوقت يعني لازم أضغط قبل ما تسأل أنت يجب تحقق الحدالة بالوقت بصراحة طبعاً أنا آسف إذا أنت حسيت أنه مغبون فأنا أعتذر بس لا أحاول أقسم لا لا مع جل احترام أولاً أسأل أقول ما هو السقف الزمن الممكن أن يقدمه العطار لإجراء انتخاباته مبكرة أم إذا مجرد هذا الموضوع القضية الأخرى أنه اجتماع الحنانة بطلب من السيد الصدر لو بطلب من السيد الحامري وسيد بارزاني والسيد الحلبوسي يعني قبل ما أجيب بس عدي توضيحات مهمة يعني على إن شاء الله أجيب عليهم وإن تلو لكم أولاً يعني إحنا موقفنا باعتلاف النصر لا يهمنا اسم المرشح والأهم هو يعني الاتفاق السياسي على خارطة الطريق صحيحة ولا يهمنا من سيحكم ولكن يهمنا كيف سيحكم فهذا حقيقة هو موقفنا أي شخصية تأتي بغض النظر السوداني أو غيره يجب أن يحمل مشروع ويحقق رضا لدى كل الأطراف وياتفق على خارطة سياسية جديدة الموضوع الآخر يعني هذه إجابة على استاذ التوضيح لستاذ رمضان والجنابك أيضاً والمرة الخمسين أنا أعيد الإطار هو ليس تحالفاً أو جبهة سياسية إنما هو هيئة لتنسيق المواقف والإطار ليس وليد اليوم وإنما هو تأسس في العام 2020 بالشهر العاشر والكتلة الصدرية جزء من الإطار فبالتالي ليس ظروف الانتخابات نعم قد جمعته المعادة الانتخابات ولكن هو ليس كتلة سياسية ما يسمى الصدرية أقام بيت الشيء أنا جزء من الإطار وأمثل ائتلاف النصر وبياننا واضح ومعلن ليست جبهة سياسية وعلى لساني أخذها ليست جبهة سياسية وليست تحالف أكتب خلاف داخل الإطار لا طبع اختلافات اختلاف اختلاف اختلافات ليست كل المواقف يرضى عليها مثلا ائتلاف النصر ليست نحن نحن مع كل المواقف التي تطرح بالإطار لستم مع البيان الأخير كثير من البيانات التي لا تتماشى نعم مع مشروعنا ومشروع التسوية الوطنية الحقيقية وانهاء الانسداد السياسي لن نكون معا ولن نكون جزءا بنا وأي خطوة يذهب بها الإطار خطوة استفزازية تصعيدية بدون أن يكون هناك مراعاة للشركاء لن نكون جزءا منها بس الكلام يكون ضمني استاذ سلام يعني مثلا سواضح مؤلم بس اسمع لي الكلام مثلا أكو بيانات مستفزة مثل ما متفق عليها عند جميع الشركاء والإعلام والشارع تصدر من البيان ما يطلع السيد ما يطلع مثلا سيد العبادي أو المتحدث أو جنابك باسم ائتلاف النصر يقول احنا براء من هذا البيان ليهش مواقفنا استاذة ياس مواقف ضمنية بياناتنا احنا جهة وحيدة لتصدر بيانات في كل الأزمة وياك صح أنا بس أقول أكو تغريدة السيد العبادي يطلع مثلا يتحدث بشكل عام ولازم أنا أجل أفسر وأول الكلام وأقول أنه ليس مع الإطار المرحلة صعبة ومعقدة وحرجة قل لي هاي العبادي ما ممكن أنه اليوم احنا ندخل في مماحكات وصراحات ونزيد فتيل الأزمة ونطيل أمدها لذلك احنا نشوفنا بالخط الوسطي من أجل إنهاء هذا الصراع السياسي سيد العبادي سيد الإطار اليوم بس عدي ملاحظة أيضا على التحالف الثلاثي اللي ذكرت بالبدء التحالف الثلاثي بصراحة هو منتهى لكن هو بمرتكزات تدستورية على اعتبار أن الكتلة الصدرية بما أنه انسحبت من مجلس النواب ففعليا وعمليا انتهت التحالف الثلاثي لكن روحيا موجود التحالف الثلاثي هناك تقارب كبير جدا بين السيادة وبين المكون الكردي والتيار الصدري حقيقة هذه تفاهمات موجودة وكو تناغم كبير بينهم نعم عمليا انتهى لكن هو على الارض موجود تقارب صراحة لا أحبيتنا ومضح أما يعني عودة لسؤالك حول ما السقف الزمني السقف الزمني لإجراء انتخابات سنوش نص صراحة احنا اللي بادرنا إذا تتذكر عندنا مبادرة في 22 حزيران قلنا يجب أن تكون المرحلة القادمة مرحلة انتقالية تهيئ الانتخابات مبكرة ذات سقوب زمنية يتفق عليها كل الأطراف بصراحة سنة أو أكثر أكثر سنة وثلاثة شهر أو سنة ونص بصراحة يعني أنا أعتقد أنه لا يستطيع أي رئيس وزراء أو أي حكومة قادمة أقل من سنة على الأقل تجري تعديلات على جوهر النظام السياسي أو على بنية النظام أو تجري يعني تعديلات جوهرية في حتى ما أظلمك بالوقت رح أسألك سؤال هذا بداخلي لو كان السيد العبادي هو الأول بالانتخابات لو كان السيد العبادي أو السيد علاوي أياد علاوي هو الأول بالانتخابات لرأينا هذا الحجيج إلى الحنانة لكي لا نشكل حكومة إلا برضاء السيد الصدر أم لأن السيد الصدر يمتلق قاعدة جماهيرية هذه القاعدة الجماهيرية مطيعة جداً منضبطة وبنفس الوقت هي يعني من المدن الفقيرة المسحوقة وعصبية لا بصراحة شوف السيد الصدر لا يجامل سيد الصدر يقرأ الواقع السياسي جيدة نعم قد تكون هناك خلافات شخصية أثر اتفقوا وياك ولكن بالمجمل العام يعني تعرف في وقت حكومة دكتور العبادي تظاهرات عالمة حتى أكبر من هذه التظاهر كيف تعاملوا يا دكتور العبادي فهذا السيد الصدر ينظر إلى الأداء السياسي فبصراحة لو كان يعني النصر هو المرشح الأول بالانتخابات أيضا ما رح يظلم شركاء النصر يؤمن بالشراكة يؤمن بالشراكة يؤمن بالشراكة ولكن بطرق دستورية لا يستتوافقية على حساب تقطيع الكعكة كل الدستورية هو الذي يصير تقطيع الكعكة يختلف عن بناء دولة ذات أسس تعتمد على الكفاءة والنزاهة والآليات الدستورية يعني حتى الأخو يعني الديمقراطي صحيح هم بالبداية زعلوا على الدكتور العبادي لكن بعد مرور الزمن أثبت أن الدكتور العبادي كان في صالح المكون الكردي أو الحزب الديمقراطي على اعتبار كان يسعى لمشروع الدولة ويريد حقوق يطالب حقوق الشعب الكردي ما راح هو حقيقة بدون آليات دستورية ومجرد طبق القانون في محافظة كاركوك بدون أن يطلق طلقة واحدة وطالب بالمستحقات الدستورية المالية للأقليف وهذه حقيقة ما يختلف عليها أحد هسأ أنتقل أستاذ رمضان حتى هذا المحور أناقش بشكل أيضا سريع ولو السيد الكاظمي يمكم ديروا بالكم علي زين أولا هو يعني رئيس بزراء العراق صح هو المفروض يروح رئيس الجمهورية في اجتماع جمعية العمومية والعامة للأمم المتحدة راح السيد الكاظمي هناك من يقول ذهب لكي يعطي موقف للولايات المتحدة على ما يدور في العراق وهناك من يقول بأنه ذهب ليستجمع قواه ويحصل على ضوء أخضر لبقاءه وين أروح أنا بياسي نارو سيد الكاظمي من راح يرجع راح يرجع قوي لو راح يرجع يسلم السلطة لو عنده استراتيجية جديدة أنا يعني أشك في كده الحالتين الموقف العراقي أعتقد شراحها الوزير الخارجي إلى مكورغ ومكورغ يعني متابع للشؤال العراقي وبالتالي أمالكا تعرف الوضع العراقي بأداء تفاصيله وتراقبه قبل الانتخابات منذ تشرين فالوضع العراقي معروف أما وضع السيد الكاظمي الشعالية السيد الكاظمي ليس بدعم الخارجة مع دمه وليس يعني المشكلة في أداء هو كشخص الرجل الكاظمي يعني شغل المنصب ولكنه لم يقود الدولة ولن يقود الحكومة يعني كان دوره دبلوماسيا إداريا ولكن لم يكن دور فألا قائد سياسي له حنكة سياسية قائد عام لقوات مسلحة يسجل حضور لقوات مسلحة وبالتالي الوهن الذي أصاب كل الدولة العراقية هو انتقل من وهن شخصية السيد الكاظمي السيد الكاظمي مع كل ما له عليه أنا أعتقد أن وجوده في هذه المرحلة كلف العراق أكثر ما أكسبه الدور الدولوماسي الذي دعبه لخدمة الخارج وما شابه ذلك هذا دور لم يستفيد منه العراق يعني إيران تجري مواحدات فعالسعودية وتقصف كردستان والسفير يوبخ الكاظمي ويوبخ الحكومة السفير الإيراني أي أداء سياسي هذا أداء الدولوماسي لم يمنع منه العراق أي تحصان لشديد الأسف وبالتالي السيد الكاظمي تغيير بشخصية أخرى مهم ولكن المشكلة لدينا على سبيل مثلا مع السيد السوداني أنه إذا غيرت سيد السوداني هو نفس الشخصية تقريبا سيكون والفارق أن الكاظمي لم يوجهه أحد لكن سيد السوداني بنفسه ضعف سوف يكون موجه سيد السوداني ضعيف أكيد سيد السوداني شخصية رائعة وخش شخصية بس شخصية ضعيفة وشخصية طبعا ستقاد وسوف يعني شخصية ضعيفة أستاذ رمضان أنا بس في سبيل أنه يعني نفكك بس الأمور لا مع السوداني ولا ضد السوداني بس أنا أقول أقول شخصية ضعيفة ملفة بالنسبة للنزاهة جيد شخصية ضعيفة أدار ملفات كثيرة شخصية ضعيفة استطاع أن يقضي أو يحاول أن يقضي على المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية يعني عنده عنده نية أصلاحية بهذا الموضوع صح صح أتفقوا ياك على حسن سيرته على سمعته على خلفيته الاجتماعية هذا صحيح نعم ولكن في ظل هذه الغابة أقصد اللي ظلنا ذيه اللي ظلنا ذيه وفق ما تقولي الأرقام ما مجبوري هادن على شيء لا يختلف في الحال شيء يختلف في الحال عندما يكون رئيس للحكومة وقاء العام القوات المسلحة قريبا يدير شبكة الرعاية الاجتماعية صح طبعا مع الفارق طبعا هناك الحراب والنصال والتنعكفات والصفقات والإدارة أعتقد السيد السوداني نعم كشخصية يصلح لدون مرهب المنصب يعني هذا منصب هو يصلح لكل المنصب إلا رئيس الحكومة ليش منقول أنه ممكن هذا يقوي شخصية سيد العبادي سيد العبادي هادئ حكيم عالج كل الأمور لكن أول ما يجي أيضا أطلقت عليه نفس الأوصاف اللي حضرتك ستقولها نعم ولكن ثبت بعديا أولا مكان شنو يمنع أنه سيد السوداني ممكن يثبت لا اسمحني مكان شو الخلفية التاريخية مهمة مكان سيد العبادي كانت متقدمة في الدعوة أول مو مثل المالكي مو مثل غيرها فكان عندك كيمة ثابتة قبل لا يصير التغيير من أي معارضة خلفية الثقافية والمجتمعية وتربيتها ونشئتها في الكرادة من حتى رؤية مدنية ورؤية الدولة أكثر سيد رمضان أنا وقتي حرج السيد الكاظمي رح يرجع من أمريكا للعراق قوي؟ لا طبعا ضعيف وأمريكا تتمناه أن يبقى ولكنه واقع الحال أشك أن سيسند السيد الكاظمي من بقاء طيب الخارج يتمنى بقاء الكاظمي أكيد إيران أو السعودية أو أمريكا يتمنى بقاء لأنهم خدمهم جميعا بشكل أو آخر لكنهم معقولة كل هاي القوة تريدها والعراقيين ما يريدوه خلي أسأل خلي أذهب الأستاذ ميدي ما عندي وقت نفس السؤال كل العراقي كل الخارج كل المجتمع الدولي متفق على شخصية السيد الكاظمي إلا حتى مو كل العراقي يعني إنسان تما صوتوا لك ديمقراطة ودولة القانون من حوثقة ماشي بس بالتالي هو أهم يعني هو من أجه يعني الأخ الأكبر جابه بكل مكونات وما عدنا اعتراض هذا واحد الآن إذا بيتك مقوي هسا خلي جيرانك مليون سنة علاقتك وش ما يكون داخلك مقوي شين الفايدة سيد الكاظمي مثل ما ذكر أستاذ بدران المحترام يعني ويا تركيا محاضن هو يومي قصفه قطع عليك الموية إيران نفس الحالة سعودية نفس الحالة كلها وقال رح أقول لك قضية رح أقول لك قضية تثبت رح أقول لك قضية تثبت من صارت موضوع الياخة اللي أعدلها السيد أردوغان قال صديقي أعدللي الياخة أنا مو مع الياخة أنا مو مع الياخة هو فعلا علاقته مع الرؤساء وكأنما علاقة شخصية ما عايدة بالمنفع على البلد أنا هسا إذا قلت لك تركيا قطع علي الماي أنا إذا ما مستفاد من العلاقة الخارجية قضيني الكلام أنه يعني حظوظه وجهة نظر خاصة إذا خيرتم كاديمقراطي كردستاني بين السوداني الإطاري والكاظمي الصدري أو المدعوم من الصدري أرجع أقول لك إذا تم الاتفاق علي داخل المكون الأكبر كلية هم للتفقوا وجابه ما أعتقد تجيبوني شخصيتين ما ممكن ما سأره ما رح حصير إلا يجون بشخصية وحدة من يجل بشخصية؟ شدتم التفقين عليه شدتم التفقين عليه لو مرمو مشروع الأغلبية علي من؟ علي هو؟ على السيد الكامل لا أخوة كان جعفر صدر طبعا جعفر صدر لا لا هو حتى وراها كان التجديد أكو مشروع أكو مشروع هو قلت لك هذا مو ضمن المشروع فما أعتقد يعني وجهة نظري ما أعتقد لي يجدد زين أنا هسة أسأل أستاذ سلام سؤالي الأخير كل شيء لازم يكون بداية شيء أو بعد شيء يعني عادة نسحنا من كنا شباب يقول لك أنا هاي منتنام على الوسادة باشر من باشر أبدي أقرأ لا لا من السبت أبدي أصلي من السبت أبدي أسوي رجيم من السبت من بداية شيء هسة كل ما هاي يقول لك بداية الشهر المقبل رح يصير اشتماعي حنانة بعد الأربعين رح تكون لازم بعد شيء بعد مناسبة نعم فعلا بهالنفاهة وهالسترخاء ترى عالم بتموت كتب السياسية ترى الشعب يصبر 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 ذا انفجر ما تلحق حتى تروح للمطار أستاذ سلام لا وبصراحة احنا مقبلين أمام يعني ذكرات تظاهر التشرين يعني بداية الشعر العادي وعام دراسي جديد وهذه حقيقة يعني يجب الجميع أن ينتبه لخطورتها هسا البعض يقول هسا مرتثير الموضوع لأن البعض كانت تلح هذا موضوع خطير لذلك أنا أقول هي المسألة تضامنية ما محصورة فقط بالأطار والتيار الكل أمام إنهاء هذه الجدلية وأنا حقيقة في إثلاف النصر حصرناها في مرحلتين المرحلة الأولى هو أن تكون مرحلة آنية لإنهاء الانسداد السياسي وترحيل كل الملفات الكبرى والمرحلة الثانية تكون مرحلة استراتيجية لإعداد خارطة طريق لإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان وهذه الحالة الوحيدة التي تعيد الثقة للعملية السياسية وشرعية للعملية السياسية الديمقراطية وأيضا تعيد ثقة الشارع بالعملية السياسية ولكن الجميع مختلف على الآليات ممكن تعادل ثقة بين الشارع نعم إذا شيء ملموس عندما تأتيك حكومة وتقدم لك خدمات ومواسنة لا لا استاذ آياز خلنا نكون واضحين الشارع شيء يريد أبسط حقوقه يريد خدمات فرص عمل يريد شيء ملموس على واقع على الأرض يريد رئيس وزراء عادل يكون أبوي يريد كل الجهات عابر للأثنية لكن بعملية سياسية ومنظومة حكومة تقودها هاي الأحزاب اللي صالت ساتح السنة مدى مصير خارطة انتهت المزداقية وانقطع جسر الثقة ما بين الشعب وما بين أنا اتفق وياك بس عندما تأتي شخصية قوية قادرة على إدارة الأزمة وتعطيها دعم جماهيري وتهذه تشتغل بشكل صحيح أنا أتوقع أنه هذه الحكومة يحتاج لها فترة زمنية تأسس لمرحلية مستقبلية قد ممكن تأثر ذكرى تشرين على العملية السياسية مطالبهم نفس المطالب ويؤكدون على الحل الجذري أو الإزاحة إزاحة منظومة الحكم كلها خيالية هلامية واقعية أنا أرى تشرين نجحت في عرض المشكلة ولكنها بعيدة عن إمكانيات وضع الحل فكرة الإزاحة الكلية جربنا بعضا من التشرين وصلوا إلى البرلمان وفشلوا في مساعدة الدولة وتشكيل حكومة نعم تشرين أصبح لديها تيار أيضا يحلم بالسلطة ويحلم أن جاءه الدور ليحكم لأنه خرج التباهرات وهذه أخطاء تتبناها تشرين خطأ تشرين يجب أن تطالب بمشروع أكبر إصلاح الدولة وليس البحث عن السلطة أو التزاهم على السلطة هذا يسيء إلى تشرين ويسيء إلى حقيقة تضحيات تشرين أنا هذا معقشاهم تشرين وبالتالي وكأما التعاطي مع تشرين يختلف البعض مستعد لليبس الأقنعة وقمع تشرين من جديد بلا رحمة والبعض يرى أن هذا الشعب يطالب النجح أو أم لم ينجح يجب التعاون معه كل سيناريوهات مطروحة واحد عشرة ممكن تعاد نفس العمليات جدا ولكن الناس وقتل واغتيال ودخان وكذا جدا جدا ما مورس ضد الصدرين سيوارس مضاعف ضد تشرين البلد نحو مزيد من التعسلق ومزيد من القسوة أنا أقول لك وهذا ما أتوقعه أن بعض وصل إلى السلطة وإذا يلتهمها جاء إلى شكل من الأشكار ولا يتوانا الباحث في الشأن السياسي أستاذ رمضان البدران شكرا جزيلا إلك ولتلبيتك الدعوة عضو اتلاف النصر أستاذ سلام زبيلي شكرا جزيلا إلك ولتلبيتك الدعوة وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبي كريم شكرا جزيلا إلك ولتلبيتك الدعوة الشكر منصول لكم مشاهدين الكرام عسى أن نلتقي على أحداث جديدة فيها انفراجة في الأسبوع المقبل في حديث وطن إلى اللقاء الله 고외كاد شكرا جزيلا إتنامي شكرا جزيلا إتنامي شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر